اشتركوا في القناة الكورة الجزائرية لكن بداية اخي اذا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك معنا اذا ما كنتش مشترك باشر ووصلك جديد القناة انتعنا كل مكان هناك جديد. اذا خرج واحد الانسان في واحد القناة اسموها الوطنية تكلم واهان واذل الكورة الجزائرية وقال عليها ان احنا الجزائريين والدولة الجزائرية وبلد الجزائر صفر كورويا وما عندهم حتى علاقة بالكورة. لذلك كما عارفين الهدف التاعه وش هو. السمع هذا الانسان وش يحضر ونجو نقصه كالعادة. لا يجب ان لا يجب ان نحور الحقيقة. تمانينات. اه. كيف شو ما دفعك. ما دفعنا شوف نذكرك. ستة وثمانين. نحن نذهب الى مكسيكو. نحن. خارجنا من الضور الاول في مصر في كأس امم افريقيا. التي قامت اليوم الدنيا عندما خارجنا من الضور الاول في الكاميرون. اذكر هؤلاء باننا في التوثمانين. ونحن متأهلون الى مونديان مكسيكو. خارجنا بخيبة كبيرة في مصر. انا اتذكر. انا لست شاب في العشرينات. اقول لك شيء اخر. ما علي. وصلنا الى النهائي في الف وتسعمائة وثمانين. واخذنا ثلاث اهداف في نهاية امام نيجيريا. انا عندما استمع الى البعض يقول لك باننا بلد كورث القدم. انا عندما التفت الى الخارج. الخزانة لا اجد سوى كأسين افريقيتين. اما التآهل الى المونديان فهو انجاز. وليس. سمح لي انت. عندما تحدثت على المغرب يا الاحسن. عندما تحدثت على المغرب اذكرك بان المغرب في استوثمانين تآهلت الى الدولة الثاني الذي لم نصل اليه الا في الفين واربعطاش. لذلك كل هذه المعطيات اليوم تعطيك باننا لسنا بلد كورث القدم. عندما نعود الى الخزانة اجد مصر بلد كورث القدم. اجد نيجيريا بلد كورث القدم. اجد الكاميرون بلد كورث القدم. اجد غانا بلد كورث القدم. اما الجزائر وتونس والمغرب هاته بلدان لديها جماهير شغوفة بكورث القدم. وليست بلد كورث القدم. انا اذكرك بشيء اخر يا الاحسن. عند اذا اردت ان تتحدث على بلد كورث القدم. هناك عاملين علميين لا ثالث لهما. اولا عدد الممارسين لكورث القدم. ونحن لم تلك احصائيات جدا ضعيفة في افريقيا في هذا الجانب. والتتويجات. ونحن ليس لدينا سوى كأسين افريقيتين لا ثالث لهما. اذا لخصتكم واش قل في دقيقة او دقيقتين قل بان الجزائر ما عندهش تاريخ كوراوي. الجزائر ليست بلد كوراوي. لانه خزانتها فارغة. ولانه متمرس كورث القدم. اراك تكذب. لاني سمحت انك انت اللي خرجت الكذبة. انت اكبر دخل في تاريخ كورث القدم العربي والافريقي المدرب المنتخبين تعنا. في السعودية. خرجت كذبتك. والحمد لله السعودين نفسهم كذبوا هذا الخبر وقال لكم قنينا بيضة. او كحلة كما تحبوه. اذا اعزائي المشاهدين يواصلوا كذب والدجل انتحهم. اروح اقول لك بانه لما تتكلم لي عن الممارسة. انا المشكلة تاعي هذو القنوات تعرقار هذو. يا اخي انت لما تجيب واحد يهين الجزائر. ويسب الجزائر. ويذل الجزائر. على الاقل جيب واحد يعرف. جيب واحد مثقف. جيب واحد يقدر يرد. انا ما عندي حتى علاقة بالتاريخ الرياضي ولا ولا فففف. لكن اروح نرد عليك ونقصفك. واحرق الكذب انتاعك. والدجل انتاعك. فقط بشت قطسوا ناس. على حساب الدولة الجزائر كوراويا. عيب عليكم واشرحكم تديرو. عيب وعار عليكم. حشموا. اراكم كبار. لكن اروح نقصفك. تعرف بانه. تعرف تبحث في في الانترنت. عادي. ابحث. دير اكتر الدول. ممارسة اللي فيها ممارسة لكورة القدم. متى تكون الجزائر ما فيهش ممارسين. انه الجزائر ثاني دولة في افريقيا يمارسوا كورة القدم بمية وخمسين الف ممارس. بشكل قانوني. ما نحسبوش اللي لعبوه في المواطيكو كل شيء. اللي لعبوه في الكارتيات كل شيء. وا 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 وا. اني نتكلم على المون خارطين بشكل رسمي كين مية وخمسين الف. الشكون اللولة الجنوب افريقيا بمية او ميتين وثمانين الف. والثالثة شكون نايجيريا بخمسة وتسعين الف. الباقية تحتنا. جيد قولي السينيغال. وش كنا رجع السينيغال? وش بحثت السينيغال? اعطيني لعب خرج من الدور السينيغالي وراح لعب في نادي كبير وعريق. اعطيني. كان عندهم صاد يواني القرب السعودية. اعطيني يا اخي. هذو اللاعبين اللي كانوا في جينيرا. نعم يكونوا. لكن ما خرجش لاعبين للعالم مهروفين. ولا انتم متعاودوا لهذا راكم بيروكي برك. افضل هم راح المادز. وافضل هم اصلا المنتخب السينيغالي المنتخب انتحوا. ما عندهم شي لاعبين كبار. كان عندهم خالد وكوليباليا رافيه السعودية. عندهم الان جاكسون مع فريق مترنح تشيرزي. افضل لاعب عندهم الان هو جاكسون رافي فريق تشيرزي المترنح. وما مسجل حتى هدف. خمس جولات. اذا انا راح نعطي لك بانه هذي الملجئ. من جهة اخرى. انا جيبت شات جي بيتي وقلت له يا شات جي بيتي كاي الناس اعداء الجزائر راهم يقولون نا ويسبو فينا ويقولون انتم ما خاطئكم كورة القدم. سقسيتو قلت له هل الجزائر بلد بلد كوراوي شات جي بيتي محايد? الذكاء الاصطناعي حاضر. واش يقول? نعم الجزائر بلد يمارس به كورة القدم بشكل شاسع. ولها منتخب ودورية كوراوية ناشطة. الجيت سقسيتو سؤال اخر. يا شات جي بيتي اعطيني افضل عشر الدول افريقية في تاريخ كورة القدم الافريقية او في تاريخ كورة القدم. واش يجاوبني? ايو امامكم الجواب? وكلكم تقدروا تخلو شات جي بيتي? وسألوه ويجاوكم. قائمة افضل عشر دول في تاريخ كورة القدم في افريقيا قد تختلف وفقا للمعايير المستخدمة. ولكن هذه قائمة بعض الدول التي عرفت بتمليوزها في تاريخ كورة القدم الافريقية. صنف عشر دول. اولا قال لي مصر. ثانيا الكاميرون. ثالثا مايجيريا. رابعا الجزائر والبقية تأتي التحدي. الجزائر الرابع دولة الجزائرية من حيث الاداء. يقول لي شكل يقلك? ارواح او يدل لك التذكير. او يقول لك تحتمد هذه القائمة على الاداء التاريخي للمنتخبات الوطنية والاندية في البطولة الافريقية والعالمية. الاداء. يعني التاريخي عبر تاريخ كورة القدم. الجزائر الكاتريام. يلي حبيتوا تدلسوا تزير باش تقدسوا الناس. باش لاغمكم تعبدوا الناس. خصكم تركعوا. وتسجدوا. عيب عليكم تكبروا شوية. وتقولوا احنا موثقافين. موثقافة الموثقافة ما يعبدش العباد. يا ناس. رانا في الفين وثلثة وعشرين. يتذل بلادك على تجرب. مبات كي تجي هتر الشوالي تلعباني تبكي. كي تجي هتر الكراوف خليفة الجزائر تبعلي تلعباني تبكي. اما لما تزعشك الشوالي يقول لك علمناكم كورة القدم. لانه انت. هركت تقول بلي احنا ما نعرف مش كورة قدم. انا مسمعت حتى تونسي قال ما نعرف مش كورة قدم. بل مسمعت حتى قطري. قال احنا خاطينا كورة قدم. وانا اعطوني قطاري واحد. رغم انه قطر مع انه حتى علاقة بركة القدم. تاريخيا. لكنه اتحداكم اذا جبتوني قطري محلل ولا صحفي ولا مواطن قطري. يقول لكم احنا القطريين ما عندناش علاقة بكرة القدم. لكن الجزائري يقولها وشو صحيح فهاش يركع ويسجد ويعبد للأسف. ايضا وهي مجرد تقدير شخصي قائم على المعرفة المتاحة حتى عام 2021 ويمكن ان تتغير بمرور الزمن. خلوا شات جي بي تي ونجو لواقعنا. نتكلم لكم بالأرقام تعرفوني باني دائما اضحض واقصف هؤلاء الكذابين المهايشرين اللي هيشروا نص الشعب الجزائري. لكن للأسف الناس تباحهم ويخرجوا الجرى وتاحهم في اليوتيوب يعودوا هادرتهم. نتأهلوا بصعوبة الكاس افريقيا. ما كنا نوالوا فيك في افريقيا. كوروين الجزائر سيفر. غريب هذي المعلومات. اروح نعطي لك. انا نعطي لك المعيار اللي اديتوا انتها. تقول لي بانو الخزائن انتعنا فارغة. رغم انو فيها مش فارغة فيها زوج ألقاب. انا نقول روح الاوروبا. اوروبا على بلكم المانيش. المانيا شعل عندها من كاس اوروبا عندها ثلاث القائب واختش الادتهم. واختش الادت المانية كاس اوروبا. ألمانيا wife 73. كلكم معظمكم مش ہكل كم معظمكم ما حضرش. كذلك في الف وتسعمية وثمانيين كذلك الكثير منكم مع حضرش الباطولة اللي الكثير منكم ممكن شافها و كثير منكم ما شافاش هي الف وتسعمية وست performance. المانيا اكثر دولة عندها كاس اوروبا. اخر لقاب اورடو كانت قبل. المانيا رمز كورة القدم في العالم. ده ثلاث ألقاب آخر اللقاب داته قبل ثلاثين سنة. هل لما أقلوا فليك قلوا ما عندهم ثلاثين سنة ما ديتوش كأس كأس أوروبا. وانا معا روف جبناك كأس العالم في الفين وربطاعش آخر كأس عالم داتها ألمانيا ألف وتسعمية وتسعين ما قلالهمش. حتى قشوا قلع. كيف ليك كيلو فلي قبله. كذلك عندك إسبانيا عندها لقابين كتك أوروبا. أو عندها ثلاث ألقاب عفوا. الدات واحد في ر Stra가 너명 نررتها ومن بعد جيل برشلونة جاب لهم لقابين في الفين وثمانية و الفين و 둘 Out�를 عشRI. بعد ها إيطاليا عندها لقابين كي ما إحنا واحد وقتاش دداتهم واحد ددتهم في الف وتسعمية وثمانية وخمسين تخيلوا انه إيطاليا كان عندها لقب وحيد قبل ميد لقب الأخير قبل ما يجي مانشيني. لقب وحيد في الف وتسعمية وثمانية وثمين والزوج جابوه الموسم الأنبوطرة الماضية ومانشيني حطها ورح ي�ו مرح. فرنسا عندها لقابين وعندها لقاب في 4000 تعزيدين وجماعة للشددان. هذو الألقاب الأوروبية. لا بدأت شكل أوروبة حاليا فرنسا. عندها لقابين. وعندها أكيد كؤوس عالم. الآن لو نجي, الإدحات السوبيتي عنده لقاب. البرتغال عندها لقاب. إذن خزانتها فارغة. غولندا عندها لقاب خزانتها فارغة. تخيلوا أنها عندها لقاب. وإنجلترا لا لقاب. الدنمارك عندها لقاب. وإنجلترا لا لقاب. اليونان عندها لقاب. وأنجلترا لا لقب، هولندا لا لقب كأس العالم لها لم يكن لقب كأس العالم ولدي جرائي meer أوروبا Rough عندما تجدون سوف تفتح الخزانة الخزانة الجزائر ورى جرائيين ورقب الأفro وآسيول الذي دائما يستعمل سيبتها عندما تجدون خزانة هولندا تصبح لقب 1 اميك تفتح الخزانة البورتيغال في لقب 1 تفتح الخزانة يعني إنجلترا عندهم لقب واحد كأس عالب هل نقول لهذا ما وجده الخراوية وخاسئة معيارك فقط بشتهين الجزائر فقط